للمرة الأولى التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنطوني بلينكين مرشح الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية بهدف تسهيل انتقال السلطة بومبيو قال على حسابه في تويتر إنه التقى بلينكين لتسهيل انتقال منظم ولضمان حماية المصالح الأمريكية في الخارج مضيفا أن اجتماعهم كان مثمرا للغاية وسيواصلون العمل مع النيابة طوال الفترة الانتقالية ولم يعترف بومبيو حتى الآن بجو بايدن كرئيس منتخب في تصريحات عامة لكن يبدو أنه أقر بمغادرته الوشيكة في مقابلة مع بلومبيرغ نيوز هذا الأسبوع وقبل أقل من أسبوعين من ترك منصبه تتوالى الضربات على الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب فبعد مخطط الديمقراطيين لمساءلته حضرت شركة تويتر حساب ترامب نهائيا وسط انشقاقات كبيرة بين الجمهوريين وجاء قرار حضر الحساب بحسب شركة تويتر لمنع التحريض على مزيد من أعمال العنف وذلك بعد يومين من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول في خطوة فسرها الأمريكيون على أنها هجوم على الديمقراطية في البلاد وتعرض تويتر لضغوط متزايدة بعد الفوضى التي وقعت يوم الأربعاء في واشنطن لحضر حساب ترامب الذي يعد وسيلته المفضلة للتواصل مع أنصاره ودفعهم باتجاه الاحتجاج